السلام عليكم تحية لكل أصوات الحرة بمناسبة الدكرة الأولى لطفال أقصى المبارك 7 أكتوبر نداء إلى الشعب المغربي الحر جميعا من أجل المشاركة بكتافة في المسيرة الوطنية الشعبية تضامن مع القضية الفلسطينية واللبنانية هذه المسيرة ستكون عاصمة الرباط التي ستكون هذا الحد سأكتوبر أمام باب الحد مع العشرة الصباح وكننا نقول جميع الأحرار والشرفاء والشريفات ينزلوا بعام أعلام فلسطينية واللبنانية والصور ديال الشهداء لتعرضوا الاغتيال هذه المسيرة هي مسيرة الوفاء للقضية ولدماء الشهداء ولنصرة أهلنا في لبنان وفي غزة وكذلك تجديد للعهد وارتباط بالقضية وتنديدا على الخيانة وطيقة ومعاهدة التطبيع لأن المسيرة فيها مجموعة من المواقف أن الشعب المغربي يجدد الصفتاء الشعبي أن التطبيع لا يمثله وكذلك التنديد على الصمت والتخادل للأنظمة المتطبعة التي تواطعت مع الكيان المحتل والتي تساهم في القتل الشعب اللبناني والفلسطيني نقول المغاربة الأحرار الشرفاء أن قضية لبنان وفلسطين هي قضية نقل ودماءهم يدماء نقل ومعاناتهم معاناتنا وحصارهم حصار نقل وصوتنا صوتهم كانت مننا منكم جميعا تنزلوا بكتافة وتكون مسيرة أكثر من مليونية اللي نعطوا فيها الوفاء والعهد اللي ودماء الشهداء والمجاهدين ورجال المقاومة الأبطال اللي يتواجدوا في الميادين واللي محتاجين التضامن دينا والدعم دينا والوقوف إلى جانبهم ما تنسوش ما الحد سأكتوبر بعاصمة القرارات الشعب المغربي يوصل للرسالة دياله القوية كما خلوها لنا الأجداد ديالنا وارتباط بالعهد والوفاء للقادية الحاضر يبلغ الغيب وعاشت فلسطين وعاشت لبنان وعاشت المقاومة وعاشت الشعب المغربي الحر وتحيق 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 فلسطين اشتركوا في القناة